اسرائيل بدأت باستخدام القنابل الارتجاجية ضد حزب الله اللبناني للمرة الأولى على الأطلاق رغم كل التهديدات القادمة من إيران وحزب الله بأنهم سينفذونه هجوما انتقاميا ضد اسرائيل وهذا الأمر بدأ يتطور بشكل خطير خلال هذا الأسبوع وتحديدا مساء يوم الاثنين في الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان حيث كان هناك استهدافا باتجاه بلدة كفر كلا في جنوب لبنان وهذه الضربة قالت اسرائيل بأنها استهدفت من خلالها بنا تحتية عسكرية خاصة بحزب الله اللبناني لكن عندما تلاحظ اللقطة المصورة هنا ستلاحظ بأننا أمام انفجار كبير وغير عادي أبدا طال هذه المنطقة وتلاحظ من صورة قادمة من الموقع من الأرض تلاحظ أن كل شيء مدمر على الأقل من هذه الزاوية من طبيعة الموقع الذي استهدفه وهنا بدأت الأوساط اللبنانية والعربية تتحدث وتسرب حقيقة أن هناك استخداما لقنابل ليست بالعادية أبدا ألا وهي قنابل ارتجاجية خارقة للتحصينات لأول مرة منذ الثامن من أكتوبر حتى يومنا هذا وهذه المصادر مثل لبنان 24 وغيرها هي التي تحدثت عن هذا الأمر لا بل أن الأمر استمر أيضا حتى 24 ساعتنا الماضية وتحدثت نبض والشرق الأوسط عن استخدام ثاني لهذه القنابل الارتجاجية تحديدا وكانت هناك لقطات مصورة من عيد الشعب بأن الاتهامات هنا بأن إسرائيل استخدمت هذه القنبلة في عيد الشعب ليس واضحا إذا ما كانت هذه اللقطات التي نراها هي لحظة استخدام هذه القنبلة للمرة الثانية في الجنوب اللبناني ولكن الواضح تماما بأننا أمام انفجار كبير لا يختلف تماما أو لا يختلف أبدا عن ما جرى في بلدة كفر كلا هنا في هذه المنطقة تحديدا والقنبلة التي نتحدث عنها التي يقولون عنها بأنها قنبلة ثقيلة أو قنبلة ارتجاجية أو قنبلة زلزالية كذلك هي قنبلة الامكي ايتي فور أي امكي اربعة وثمانين وهذه القنبلة يصل وزنها إلى تسعمائة وسبعة كيلو جراما القنبلة خارقة للتحصينات أي أنها من قنابل البانكر باستر مخترق القبوة القادرة على ضرب المباني الموجودة والقابعة تحت الأرض بشكل مباشر وهذه القنبلة هي من صناعة جنرال دايناميكس الشركة الأمريكية المعروفة وعادة يتم اطلاق هذه القنبلة من طائرات الأف خمسة وثلاثين الشبح كذلك أن إسرائيل مستمرة في عمليات الاختيال الخاصة بها ضد عناصر حزب الله اللبناني أو قوات الرضوان القوات الخاصة والمهمة وقوات النخبة في حزب الله اللبناني وهذه الضربات على سبيل المثال جاءت باتجاه صور هذه الضربة بحد ذاتها أدت إلى سبعة أو سقوط سبعة عشر جريحا أغلبهم لبنانيين وكذلك هناك سوريين بالإضافة إلى شخص واحد فلسطيني وأربعة حالات حرجة للغاية جراء هذه الضربة كذلك أنه كان هناك استهدافا في مرجعيون يوم أمس باستهدافا لعناصر من حزب الله اللبناني بهذه الطريقة وأعلن حزب الله اللبناني مباشرة عن مقتل عنصرين وجرح آخرين جراء هذا الاستهداف الكبير ولو لاحظنا هنا وحددنا هذا الموقع في مرجعيون سنرى أن الموقع ليس عاديا أبدا وأن الاستهداف جاء في منطقة مكتظة في السكان وتلاحظ كل هذه العلامات توضح لك هذه المنطقة التي نراها لنتأكد منها هنا ترى الواحن للطاقة الشمسية أيضا دعونا نتجه إلى القمر الصناعي الآن بسرعة وهذا هو القمر الصناعي وهذه هي جنوب لبنان ونتجه إلى مرجعيون مباشرة هذه هي مرجعيون وسترى أن هذه الضربة جاءت وسط مرجعيون هنا في هذه المنطقة منطقة مكتظة بالسكان والمحال 180 درجة الآن وسترى بأننا أمام نفس الصورة تماما التي حددناها قبل قليل وهذه هي نفس المباني ونفس الشكل من القمر الصناعي لتلاحظ بأننا أمام فعلا نفس الموقع الذي كان قد استهدف فهذا هو لوحة أو لوحة الطاقة الشمسية يعني أن السيارة وعناصر حزب الله كانوا يمروا من هذه المنطقة وقامت الطائرة المسيرة الإسرائيلية في نهاية المطاف باستهدافهم ومرجعيون هي نفس المنطقة التي استهدفتها إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية استهدفت فيها محطة الطاقة الكهربائية هذه المحطة دمرت بالكامل أيضا من المدفعية من العيارة الثقيلة التي استخدمت لتدمير هذه المحطة وأخرجوها عن الخدمة وكذلك في منطقة روب ثلاثين أيضا في لبنان في الجنوب اللبناني استهدفت أيضا محطة لتحويل المياه في هذه المنطقة ودمرتها إسرائيل أيضا وبالتالي هناك ضرب للبنى التحتية المدنية لا بل أن هناك استهدافات كما نشرت الارتي من إسرائيل بالمدفعية من العيارة الثقيل باتجاه المدن والبلدات المحاذية تماما لمجرى النهر الليطاني وبالتالي إذا ما أخذنا صورة واضحة الآن لهذه المنطقة لكي نفهم كل هذه الاستهدافات وما الذي يجري هذا هو النهر الليطاني بشكل مقرب والمناطقة التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي استهدفت صور استهدفت عيتاء الشعب وكذلك البلدات الموجودة كفر كلا على سبيل المثال أو رب ثلاثين أو مركبة كذلك وأيضا هذه المنطقة التي تحدثنا عنها ديرمي ماس أيضا كانت قد استهدفت بالمدفعية التي تأتي محاذية للنهر الليطاني وكذلك أيضا مرجعيون وعملية الاستهداف والاختيال التي نتحدث عنها مع تدمير البنى التحتية للطاقة الكهربائية وكذلك للمياه هنا يوضح أن إسرائيل الآن مع استخدامها للمدفعية بهذا الشكل المستمر لهذه المنطقة يوضح أن إسرائيل تعد بشكل كبير للحرب في جنوب لبنان وأن ليس هناك أي تراجع بالنسبة للجانب الإسرائيلي من هذه المعركة وعملية الاستهداف هنا للبلدات للبنى التحتية المدنية التي نتحدث عنها الكهرباء الماء عناصر حزب الله في هذه المنطقة هي تجعل نوعا ما المدنيين في مشكلة حقيقية أن الاستهدافات تأتي باتجاه بلداتهم ممن هم يتواجدون في مرجعيون على سبيل المثال أو هذه المناطق المحاذية للنهر الليطاني أو حتى في صورة الاستهدافات حاضرة لا كهرباء لا ماء بالتالي يقومون بالانسحاب خلف النهر الليطاني وهذا هو بالضبط الذي تريده إسرائيل كذلك أن استهداف هذه المناطق يضعف عناصر حزب الله اللبنانية الموجودين عند النهر الليطاني تحديدا وبالتالي أضعاف الخطوط الأمامية بمعنى آخر أن الإمدادات التي تأتي لعناصر حزب الله في الخطوط الأمامية سيكونون نوعا ما مهلكين نوعا ما مستنزفين بشكل أكبر كل سلاح كل عنصر مهم كل عنصر يرسل الأسلحة وغيرها الدعم اللوجستي للعناصر الموجودة في الخطوط الأمامية لمواجهة إسرائيل كلهم سيكونوا تحت النار وتحت الضغط وبالتالي إسرائيل ستكون حاضرة لنهاية المطاف وفي نهاية المطاف لتحقيق الهجوم الذي تريده والتقدم باتجاه جنوب لبنان في نهاية المطاف ومحاولة السيطرة على المنطقة تطبيقا للقرار 1701 الذي هو أساس الحجة الإسرائيلية للتقدم لهذه المنطقة لا بل أن الواضح تماما أن إسرائيل أيضا تضع حسابا للفصائل المسلحة مقربة من إيران الموجودة في سوريا وكذلك ما ممكن أن يكون قادما من نظام الأسد تحديدا خاصة أن هناك استهدافا كان من قبل إسرائيل لبلدة حضر لم يستهدفوا نفس البلدة ولكنهم قاموا بتدمير حقل الألغام الموجود في هذه البلدة وهذا يوضح أن إسرائيل أيضا تفكر بشكل واضح إذا ما ازداد الضغط عليها مع تقدمها إلى جنوب لبنان وبدأت الفصائل الموجودة هنا في هذه المنطقة في سوريا لمحاولة استعادة الجولان أو الضغط بشكل كبير على العمق الإسرائيلي فإن إسرائيل قد تفكر بشكل واضح بأننا داعنا نتقدم أيضا وأن نضغط على السوريين وأن نتقدم أيضا على بلدة حضر والبلدات الأخرى القريبة طبعا من القنيطرة من أجل الضغط على سوريا أيضا وعلى الفصائل المسلحة الموجودة هناك بالتالي الهجوم خير وسيلة للدفاع وهذا هو الواضح من طبيعة الترتيبات الإسرائيلية والضربات للبنى التحتية الكبيرة التي نتحدث عنها هنا بكل تأكيد والمشكلة أن إيران لا تراجع لها في طبيعة الهجوم القادم على إسرائيل وهذه هي صورة طبعا من طبيعة حقل الألغام الذي تحدثنا عنه والذي كان قد استهدف من قبل إسرائيل تحديدا في بلدة حضر إيران كما تحدثنا لا تراجع لها أبدا هذا الأمر كان واضحا من تصريحات الرسمية قادمة من جون كيربي من البيت الأبيض قال ليس هناك تغييرا في الموقف الإيراني وأساسا المرشدة الأعلى اليوم رفض مسألة التراجع والضغوط التي تتعرض لها إيران وبأنهم مصرين تماما على الانتقام لما جرى لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق إسماعيل هنية بعد عملية اختيار خطيرة طالته على الأراضي الإيرانية في شمال العاصمة الإيرانية طهران ونلاحظ هنا أن الحركة العسكرية الأمريكية والأوروبية مستمرة في المنطقة هذه كلها طائرات عسكرية موجودة في المنطقة بشكل مستمر خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية منها طائرات الكي سي وان ثري فايف التي تقوم بتزويد الوقود للطائرات الحربية من أجل الاستعداد لأي شيء ممكن أن يكون قادما من قبل الجانب الإيراني والمشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هنا أن إيران إن قامت بالهجوم على إسرائيل وضربت أهدافا فإن إسرائيل أوضحت للجميع بأنها سترود على الأراضي الإيرانية وبالتالي تشتعل حرب إقليمية كبيرة هنا في هذه المنطقة وهذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة لماذا؟ لأن الأمور أيضا ممكن أن تشتعل مرة واحدة في جبهة أخرى في جبهة أخطر ألا وهي الجبهة الروسية الأوكرانية حيث أن القوات الأوكرانية الآن مستمرة في عملية التقدم هنا في كورسك تحديدا تقدم بشكل خطير على العمق الروسي خارطة توضيحية من الوار مابر توضح لك كيف أن القوات الأوكرانية تقدمت بشكل كبير وأصبحت هذه المناطق كلها مناطق رمادية بالنسبة لطبيعة السيطرة الروسية بالتالي بالنسبة للقوات الأوكرانية هنا تلاحظ كيف أنهم أصبحوا متواجدين في كل هذه المناطق التي نرها هذه مسافات بعيدة وكبيرة أكثر من 38 قرية سيطرت عليها القوات الأوكرانية وإحدى الاتجاهات تتجه باتجاه مفاعل نووي هنا في هذه المنطقة تحديدا وهناك رغبة من قبل الأوكرانيين للبقاء مسيطرين في هذه المنطقة وفلودي ميرزلنسكي الرئيس الأوكراني اليوم كان واضحا أو في الـ 24 ساعة الماضية كان واضحا بأن التقدم مستمر للقوات الأوكرانية في كيرسك تحديدا وكانت هناك لقطات لعمليات إلقاء القبض على العديد والعديد من الجنود الروس هؤلاء جنود روس وليسوا جنودا أوكرانيين وبالتالي هناك أيضا إلقاء قبض على هذه العناصر الخاصة بالقوات الروسية بالتالي الأمر بدأ يتغير وبدأ ينقلب وبدأت تبحث أوكرانيا طبعا عن المبادرة الآن في هذه المعركة بالتالي وليات المتحدة لديها مشكلة ممكن للأمور أن تشتعل مرة واحدة في الشرق الأوسط إذا ما إيران قامت باستهداف إسرائيل وإسرائيل ردت عليها وكذلك ممكن لروسيا أن تتصرف إن استمر الأمر بهذه الطريقة بالتالي ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وحلف النيتو أمام حربين حرب في الشرق الأوسط وحرب كبيرة بين روسيا وأوكرانيا وممكن أن يدخل وينخرط بها حلف النيتو وهذا هو الذي قد يعني حربا أشبه بالحرب العالمية الثالث